صفحة 11 عندنا 16 مبادرة صحية في البلاد اتعملت وجاري التنفيذ 152 مليون زيارة للمواطنين 152 مليون زيارة يا خبر بيض ايه ده؟ ده كتير قوي طيب بص هنا على المبادرة الرئيسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المباكة ونفكر عن الاعتلال الكلوي الرئيس بدأ معانا بفيروس سي انا افتكر زمان ساعة انا مريض 75 انا عيشت عمري كله لحد 2014 ولو حبيت اخدها لحد 2011 جزء لا يتجزق بل هو جزء اصيل من احتجاجات الكل حلو في مصر لازم حديث على فيروس سي لازم حديث عن الفشل الكلوي وكنا نقول كده شعاره كان يكتب في كل الجرايد ويتقال في كل حاجة في اي حراك في اي منقابة في اي مكان اكباد المصريين مش عارف المهترق اين العلاج لاكباد المصريين الفيروسات تفتك باكباد المصريين ده يبقى شعار الشعار التاني الفشل الكلوي الذي تسبب فيه فلان وعلان انتم تفتكون بصحة المصريين جي الرئيس عمل حاجتين مهمين جدا 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 في الرعاية الصحية وما بينهم مهم بس الحاجة الاولانية كانت فيروس سي اكباد المصريين في خطر ده الحديث اللي فضل داير من ساعة منت ولدت لحد 2011 و12 و13 وكذلك الفشل الكلوي طيب اشتغلنا على فيروس سي يجي الرئيس يقولك لا والاعتلال الكلوي نسكت ما نسكتش فيبقى عشرين عشرين اطلاق المبادرة طيب اتصرف قد ايه اتنين ونص مليار علشان الامراض المزمنة والكلة تلاتين مليون مواطن تم فحصهم وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان لحد دلوقتي لحد دلوقتي طيب تعال نشوف ارقام في السريع كده النضارات ماتين وسبعين الف نضارة طبية تلاتة واربعين الف عملية مية بيضة مثلا عندك واحد وستين مليون اول اتنين وستين مليون شخص اتعملوهم فحص في عموم الجمهورية واحد وستين اه آسف واحد ونص مليون بني قدم اتعملوهم اجراءات او عمليات جراحية اللي انا بقولهولك ده اعتبروا الحلقة الاولى من سلسلة ما اسمها كنا وكيف اصبحنا بالمصر الفصيح احنا كنا فين وبقينا فين هو احنا معديين معديين بأمر ربنا اولا مفيش حد عارف الغيب الا الله بس احنا في 8 سنين كلنا اشتغلنا كلنا المشاهد والمتحدث والمسؤول كلنا اشتغلنا محدش فين احط ايده في جيبه بالمناسبة لما بتقول اصلي مفيش حاجة بتحصل في البلد ده معناها ان انت ما بتعملش حاجة معناها انا متأكد انك انت بتعمل حاجة ما انت بتشتغل وش ايان صح وكلنا هنفضل نشتغل لحد ما هنعدي هتعدي هتعدي ازيدك من الشعر بيت طيب بصلي كده على حزمة اجراءات حصلت في الثلاث الاسابيع اللي فاتوا وقل لي رأيك